قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قدسة البابا توادرث الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية قدمت تهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عيد الشرطة تحفظه ذاكرة الوطن بكل التقدير لشرطتنا المصرية ورجالها المخلصين الذين كانوا ولا يزالوا درع الأمن والأمان للوطن والمواطنين كما قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة مشيدة بالدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان خلال أضاق اللحظات وفي كل الأوقات